في صبيحة السادسة والعشرين من سبتمبر تم إلقاء بيان الثورة ولكن كثير من اليمنيين لا يعرف أو لا يعرفون من كتب هذا البيان ومن أين بث هذا البيان وأيضا من قرأ هذا البيان الكثير مننا يعرف بيان ثورة 26 سبتمبر المجيدة بالصوت المميز لكن العديد مننا لا يعرف من كتبه من الذي ألقاه ومن أين ألقي أيضا هذا البيان نعم بعد قيام ثورة سبتمبر تحديدا صبيحة هذا اليوم المبارك تمكن الثوار من السيطرة على إذاءة صنعاء وكرروا أن يعلنوا بيان الثورة منها باعتبار أن جميع الناس تتركب الأخبار منها وتكاد لا تفارق الراديو لمعرفة ماذا يجري وهل نجحت الثورة أم لا وكان الاتفاق في منزل المناظر عبدالسلام صبرة وبحضور مجموعة من طباط الأحرار منهم عبدالسلام صبرة وعلي عبد المغني وصالح الأشول وكان هناك أيضا محمد الحباري من مشائخ أرحب وتم الاتفاق على أن يقوم المناظر محمد عبدالله الفسيل بكتابة هذا البيان بيان الثورة وإلقائه من إذاعة صنعاء بعد سيطرة الثوار عليه نعم ولكن بسبب الإنفلات الأمنية الشديد في ذلك اليوم لم يتمكن محمد عبدالله الفسيل من الوصول إلى الإذاعة واضطر إلى التنقل عبر المنازل والأزقة حيث كان ينتظره فيها مجموعة من المناظلين بينهم الدكتور عبدالعزيز المقالح نعم بعد وصوله تم استدعاء مجموعة من الفنيين والمهندسين لتشغيل مولد الكهرباء أجهزة البث من بينهم المناظلان محمد الشعبي وعبدالله الهنداني وبدأوا البث بإذاعة آيات من القرآن الكريم وأناشيد وطنية أبرزها أنشودت الله أكبر يا بلادي كبري إلى حين أن ينتهي محمد عبدالله الفسيل من كتابة البيان المتعلق بقيام الثورة وسقوط الملكية في اليمن طبعا البيان هذا تضمن أهداف الثورة ولم تكن الأهداف ستة وبالتفصيل الذي نعرفه اليوم لكن اقتصرت على هدفين رئيسيين هما إسقاط وإسكاة النظام الإمامي الكهنتي وقيام النظام الجمهوري الديمقراطي العادل وكانت أول كلمات أذيعت بعد القرآن الكريم والأناشيد الوطنية في إذاعة صنعاء هي هنا صنعاء إذاعة الأحرار إذاعة الثوار إذاعة الشعب إذاعة الجمهورية العربية اليمنية وتم بعدها إلقاء البيانان بصوت محمد عبدالله الفسيل واجتاحة الشعب فرحة عارمة حيث خرجوا في الشوارع للإحتفال في الوقت الذي كان من تبقى من فلول النظام الإمامي البائد وجنوده يهربون خوفاً من القتل والأسر ترى مباركة بذل الكثيرين جهداً كبيراً حتى وصلنا إليها فلا يجب علينا أن نفرط فيها صلاحاً نعم سبتمبر مجيد وصباح الحرية والعدالة صباح الكرامة لكل اليمنيين الكثير من اليمنيين احتفلوا بتأكيد داخل اليمن وتم إشعال الشعلة وأيضاً المغتربين اليمنيين احتفلوا بهذه الثورة المجيدة حتى يعلموا أطفالهم على أهمية هذه الثورة وقيمة هذه الثورة لجميع اليمنيين للأسف الجالية اليمنية بسبب الظروف التي تمر بها كل بلدان العالم مع كورونا لم تستطع من عمل فعالية عظيمة طليق بهذا العيد السبتمبرية المجيد ولكن الجميع حاولوا أنه على الأقل حتى لو كانت احتفالية بسيطة كيكة صغيرة ولكن عموماً أن نفرح جميعاً بهذه العيد القيمة المعنوية هي الأهم بأن تغرس هذه القيمة في قلوب أطفالنا البعيدين عن أرض الوطن وأهم قيمة لازم تغرس جمهورية ومن قرح يقرح ترجمة نانسي قنقر